استمراراً للحراك على الساحة الأمريكية دعماً لشعبنا وقضيته العادلة أطلقت في جامعة هارفرد الأمريكية حملة تدعو الطلاب إلى مقاطعة الرحلة السنوية لإسرائيل التي تنظمها مجاناً منظمات صيونية أمريكية لتشجيع يهود الخارج للهجرة إلى إسرائيل ودعمها في المحافل الدولية الحملة طالبت بأن تنهي جامعة هارفرد علاقتها مع مؤسسات الاحتلال في فلسطين ووزعت ملصقات ومنشورات عبر الحرم الجامعي وقوائم البريد الإلكتروني الخاصة بالمجموعات الطلابية لحث الطلاب على مقاطعة الرحلة باعتبارها منحازة لإسرائيل ولا تقدم للمشاركين صورة دقيقة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني محذرة الطلاب بأنهم من خلال الذهاب في هذه الرحلة سيكونوا متواطئين في طبيض الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وتبنى الحملة تحالف يحمل اسم أمل هوب وهو مجموعة طلابية تقودها لجنة التضامن مع فلسطين ومنظمات الأقليات العرقية واليسار الأمريكي وتدعو جامعة هارفرد لتخلي عن استثماراتها المرتبطة بالوجود الإسرائيلي في فلسطين تحالف أمل أكد على رفض فكرة الرحلة بأنها توفر منظورا متوازنا للصراع بين إسرائيل وفلسطين على الرغم من إدراج الضفة في مسارها ربما لقضاء بضع ساعات فيها وذلك لأن القوة غير متكافئة وفلسطين تحت الاحتلال وأن التحالف لا يعارض زيارة طلاب جامعة هارفرد للمنطقة بل يعارض الطريقة التي تروج بها الرحلة لتكون منظورا متوازنا بين قوة احتلال وشعب تحت الاحتلال فيما هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني لا يستطيعون زيارة فلسطين زاهدة بدر تلفزيون فلسطين